هاي كيف كون؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يوم جاي بقراءة شهرية لبرج التور رحاول احكي فيي عن الاحوال العاطفية والعاملة لك يا برج التور رحاول اتحدث كذلك حتى عن العذاب بنشوف شو بيخبق لهم بدي اقول انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي امكاني انه تكون قراءة عكسية خاصة اذا تحدثنا عن الوضع العاطفي بدي اطلب كذلك منكم انه تزوروني على البيج تبع الانستاجرام هونيك بحث قراءات يومية سعيدة جدا انه تشرفوني هونيك ورح ابدأ بالقراءة يا برج التور بداية ثانية برج التور عم شوفها كأنه عم تعاني من افكار سلبية كأنه فيه اشياء تجي على بالك مالنة جيدة عم تفكر في شخاص ممكن يكون هذا الانسان برج ناري يكون هذا الانسان قيادة جدا او ممكن ظلمك او عملك اشياء خليتك انت تفكر بهذه السودوية وهذه السلبية عم شوفها كأنه بتحاول يا برج الثور انه تطلع من هذه الكعابة ومن كل هذه الامور السلبية لتطلع لهذه الحالة اللي هي اللي هي السعادة والرخاء والحب والجمال كأنه باتك باتك انه تغير هذا الوضع من السلبية الى الايجابية بتحاول انه تفكر بكل شيء ايجابي عشان تحصل على هذه الطاقة يعني كأنه انت محابب اصلا هذه الطاقة اللي بتحس فيها من القلم ومن جرح ومن التعذيب ومن كلام قاسي او ممكن انت بتحكي لحالك كلام قاسي جدا اوكي بالنسبة للشريك ممكن هو يكون من برج العذراء او ممكن هو الانسان واخد طاقة المبتعد ما بيحكي معك ما بيتكلم معك كأنه في جماد هيدا الانسان الهومت هو الانسان اللي معتكف ما بيحكي مع احد عازل حاله ما بيحكي مع احد انا هيك عمشوف طاقة الحبيب معتزل وما بيحكي معك عمشوف على انه بيشعر هذا الشخص بخييني او انت يا ام صاحب هذه القراءة بتشعر بخييني كأنه هذا الانسان جرحك وعدبك نفسيا وابتعد اوكي ام بس حاول يعني بحسها انه هذا الشخص يعني بده هو اصلا انه يبتعد عنك انه يعتزل الكلام انه يشوفها لانه عم شوفه اصلا هذا الانسان شايل بقلبه وعنده ممكن حتى في حقد تجاهك ممكن هو يتمنى لقي لك السوق على فكرة يعني وعلى فكرة هو بده ممكن انه يصير لك فضيحة او شيء غير جيد لقي لك اوكي؟ كانوا عم شعر هذا الانسان شايل كتير ضغائن بقلبه اتجاهك ليش؟ شو حصل يعني لكل هذه الحقد وكل هذه السودوية يعني عم شوفك اصلا انت مبتعد وتهتم لامورك الخاصة كأنه رجعت نفسك ورجعت كتير امور ساير عم تفكر انه تنهج منهج طريق جديد وانه تبحث عن احلامك وانه تبحث عن طريق جيد للك عم شوفك كتير طموح جدا وعم شوف على انه ازا تبعت هاد الطريق عم شوف انه في حد سيكون تجاهك سيكون معك الحد سيكون معك وانه في خير سيأتي بس ممكن الامور تتأخر شوية لانه البيج افكابس اجت بالقلب ممكن يا برج الثور انت هذه العلاقة ببتلك كتير من الالام لحك عم شوفك انت تشعر بكتير من الكآبة والسودوية وكأنه هذه العلاقة سببتلك نوع من الالم الداخلي لهيك عم شوفك مبتعد وتبحث عن سلامك الداخلية برج الثور عم شوفك ذلك حتى انه انت تعاني داخليا كأنه هذه العلاقة سببتلك الام وخلتك تريح الفراشة عم تفكر بكل اشياء السلبية اما هو فهو يعيش صراع مع نفسه كأنه انت يعني الفرق بينك وبين الشريك الاخر انه هو عنده غل وعنده حقد وعنده كراهية وعنده يعني معصب عليك شايل بقلبه اما انت عم شوفك مهدم عم شوفك محطم داخليا ما بعرف ليش هاد الطاقة السلبية بس عامة هيك عم يطلعلي بالنسبة للنوايا عم شوف هذا الانسان ينوي انه يبعتلك مسج قاسي جدا ممكن يكون فيه كلام حد وممكن يكون شوي قاسي هذا الكلام هيك انا عم حسه يحاول يتواصل معك ويحكي معك بس انا عم شوفه ممكن يكون هذا الكلام جدا قاسي بالنسبة لقلك يا برج الثر فالامر ام كأنا عم شوفك عم تهتم لحالك لأعطاء الصداقات للاهتمام بزعلامك الداخلي عم شوفك عم تبحث عن الاستقرار يا برج الثر كأنه عم شوفك خلص هذي العلاقة ما شفت منها الا الالام وتبحث عن السعادة يعني كمين عم يطلعلك انه في مشاكل وفي خصامات انت والشريك يعني انتو متخاصمين كذا مرة انتو بتتخاصمه ممكن وعندكن انت شايل بقلبك وكذلك شايل بقلبه اما بالنسبة للخطوة القادمة فممكن هذا الالسان يحاول يتكلم معك لانه عم شوف انه هو ينوي داخليا ما بيعمل هذا الخطوة بس ينويها ينوي ان يبعث لك مسج بيفكر بهذا الموضوع بس يعني فعليا الخطوة القادمة عم شوفه ممكن هذا الانسان يحاول يتواصل معك بس ممكن الكلام رح يكون قاسي وتكون في تجريح كمين عم شوفي تجريح ممكن يتواصل معك والكلام ما يكون فيه اي خطوة للسعادة ولا الهدنة اوكي ممكن المستقبل البعيد انا بحكي عن المستقبل البعيد ممكن انت تجد سلامك الداخلي وسعادتك الخاصة مع شخص جديد مع انسان جديد ممكن مع هذا الانسان الامور يعني من واحد الاخر تختلف لانه مش كل برج التور عنده نفس الطاقة يعني من كذا انسان تختلف الطاقة ممكن للبعض يكون فيه رجعة لهذا الشخص والامور تتصلح للمدى البعيد فيه بعض منكن ممكنين هول علاقة ويبدأوا حب جديد ليش بقى؟ لانه هون عم يتلعلي نيو لاوف فيه حب جديد فيه انسان جديد رح تتعرف عليه فيه انسان رح تشعر معه بمشاعر جميل جدا ورح تتجدد هذه الاحاسيس ورح تشعر بسلام داخلي بالنسبة للطاقات ممكن انا عمشوف برج العدرة عمشوف برج السرطان عمشوف برج الدلو وعمشوف الطاقات الهوائية النارية والمائية حتى التراب يعني تقريبا كل الطاقات عم تتلعندي بهذه القراءة اما بالنسبة للعزاب ممكن عمشوف حتى هنه يكونوا بعلاقة جديدة او يتعرفوا على شخص جديد لكن هذا الانسان يجيب له نوع من الاستقرار العاطفي الذي فقدوه منذ فاترة لانه عمشوف حياتهم كانت تعبالة عن جفاف او يعني قحط يعني ارض غير مزقية ابدا او مروية عمشوفهم كأنه عم يعيشوا جفاف عاطفي وعندهم نوع من الاحساس بالنقص كأنهم بيحسوا حالهم منهم مستقرين منهم بعلاقات بيحاولوا انه يكونوا بعلاقات او كي فعمشوف في علاقة جديدة ممكن تنشأ بهذا الشهر وممكن كذلك حتى تتعاملوا مع برج زرابي او برج هواقي هذا الانسان ممكن تكون صفاته الشخصية هو شخصية بتعرف كيف تحكم عقله وبذات الوقت تحكم قلبه هذي الناس عندها القدرة ان تحكم هذي الاثنين وعندهم القدرة انه ينجحوا بحياتهم لانهم هنه مزيج من المشاعر وكذلك العقلانية ممكن هذا الانسان هو من مدة وهو يراقبك عم يراقبك من بعيد بس ما كان عنده القدرة انه يتكلم معك انه يبعث لك مزيج انه يحكي معك بس عمشوف انه الامر رح يكون لصالحك يا برج الثور اما بالنسبة للطاقة العامية برج الثور ممكن للبعض من اصحاب برج الثور يفكروا بالرحيل الابتعاد عن كل المشاكل عن كل الاشياء اللي عم تسبب لهم قلم عمشوفكن يا برج الثور كذلك عم تهتموا شوي بحالكن باناقتكن الخارجية عمشوفكن كأنه عم تسكروا باب يعني امام كل الاشياء السلبية الطاقة السلبية الافكار السلبية كذلك عمشوف على انه في انفراجات لبرج الثور ممكن الابواب اللي انتو عم تحسوها يعني موصدة امامكن ممكن يكون في فرج عن قريب ان شاء الله اوكي ممكن يكون في كذلك عمشوف في عجلة الحط او في الحط كذلك يكون بجانبكن يا برج الثور عمشوف كذلك على انه هذا الانسان اللي انتو تعرفوا او بتتكلموا معه ممكن خلاص تسكروا باب عليه وتنطلقوا بحياتكن عمشوف الانطلاقة قوية جدا عمشوف حتى على انه للبعض من البرج الثور يصير يفكر باكتمام دراسة جامعية للبعض كذلك من البرج الثور ممكن يعمل عملية جراحية او تجميلية بالاخص عمشوفكم كذلك عندكم بهذا الشهر عمشوفكم شوية كلامكم قاسي كلامكم حاد ممكن كل الناس اللي حواليكم عم تجرحكم او عم تجيبكم طاقة صلبية ممكن تسكروا الباب عليها ممكن حتى ادوها كلاميا اوكي عمشوف على انه بهذا الوقت ممكن تلتجي الى البيت ولكنا في البيت عمشوفكم تهتموا انه تقعدوا مع عائلتكن مع الناس اللي بتحبوهم بالحياة عمشوف كذلك البعض منكم يكون في ظهور في بروز الناس عم تطلع فيكن او تطلع عليكن تشوفكم كتير حلوين كتير جميلين لانه عمشوفكم عم تهتموا بالشكل خارج كتير عمشوفكم عم تحسوا انه لازمكم انه تهتموا بحالكم وانه تصيروا اجمل واحسن وانه تسكروا على كل الاشياء السلبية عمشوف للبعض منكم ممكن يسددوا مصاريف او في فواتير ممكن يسددوها عمشوف في تصليحات بالبيت ممكن تحصل عمشوف كذلك انه برج الثور ممكن يحصل في حب جديد عمشوف في طاقة حب جديد ممكن تحصل وعمشوف في تغيير جدري بحياة برج الثور هذا التغيير ممكن يحصل بعض الخيانات المتكررة اللي انت عم تعيشها من الاشخاص من الناس اللي حواليك منت صدمات بالحياة فبتفكر انه لازم يكون تغيير بحياتك ممكن يا برج الثور كذلك عمشوفك تلتجئ الى الطبيب كتير وارد انه فيش اشخاص ممكن يعملوا عمليات تجميل او يحسوا حالهم محتاجين انه يكونوا جميلين بهذا الوقت بس ما تعملوا اشياء ممكن تندموا عليه برج الثور ممكن تعملوا عمليات ما تحبوها بهذا الوقت لانه عمشوف انه في عطارد متراجع في كتير المريخ بالحمال يعني مش جيد ابدا انه تبدأوا عمليات تجميل اوكي تقريبا كل الكواكب متراجعة زوحة المشتري نابتون في كذلك عطارد يعني انا ما بحبز ابدا انه يكونوا الناس يعني تعملوا العمليات بتراجع الكواكب وقت تراجع الكواكب بالنسبة لالك عمشوفك انه تبحث عن المال او جني المال عمشوفك يعني طاقتك تتجدد واتنهي خطوات او تنهي ابواب كانت سلبية امامك ممكن ينكشف لك شي او ينكشف لك عرض او شخص راح تشوفه على حقيقته انا عمشوف طاقة جميلة جدا تجاه العلاقات اما بالنسبة للاشياء الاخرى فممكن الامور راح تاخد وقت contừ او تتيسارك منسبة للصحة ممكن انا عمشوفك عم تزور حكيم بس اهتم شوي للنفسية اكثر لان انا عمشوف نفسيتك شوي تعبانية بالجثور بس اهتم لحالك اهتم للظهر اهتم كذلك للرأس ممكن يجيك الصداع نصفي للبعض منكم اه عمشوف حتى اشياء بالمعدة ممكن تاكل اشياء يعني ما تتقبلها معدتك حاول تاكل اشياء صحية اهم عمشوف هيدر يعني الطاقة العامة بس عامة في حب جديد في علاقة حب جديد كدالك تظهر في طاقة جميلة بتمنى لكم يا برج التور كل الخير وما تنسوا تعملولي لايك وسبسكوائب لقناتي وشكرا للكون